ولكن وبكثير من الحزن والألم نلتقي اليوم والعالم يعاني تحت ظل أزمات متلاحقة لا هوادة فيها إنما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ما هي النظام الدولي وفاعلية أدواته القانونية وصدق مبادئه وهذه الأسئلة تزداد إلحاحاً مع تزايد المشاهد المؤلمة ومن المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق حول استهداف المدنيين مقبولة لدى البعض إذا كنا مخلصين حقاً في العمل معاً نحو مستقبل مشترك فالبداية هي الاعتراف الموجع بحقيقة الخلل في النظام العالمي هذا الخلل الذي يسمح بالقبول باستدامة الصراع وعدم الوصول إلى حل ولا يمكن لهذا الحل أن يكونوا مستداماً إلا إذا كان عادلاً وشاملاً